اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ماذا يحدث إذا لم يغتسل المسلم من الجنابة ولماذا أمرنا الله عز وجل بأهمية الاغتسال حذر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من النوم ونحن على جنابه وأوصنا صلى الله عليه وسلم بالغسل أو حتى بالوضوء فقط ثم في الفجر نغتسل اغتسالا كاملا والجنابة وصف لحال الرجل والمرأة إذا حصل منهما جماع أو نزول الماني بشهوة ولو من غير جماع والواجب عليهم بذلك الغسل كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة المائدة وَإِن كُنَاتُمْ جُنُبًا فَاتَّهَّرُوا وقال سبحانه وتعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل متفق على صحته واللفظ لمسلم رحمه الله وسألت أم سليمن الأنصارية رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء متفق على صحته فالإنسان خلقه الله عز وجل من نطفة والنطفة في الأصل هي قطرة الماء العذبة ولا تظهر زرقة الماء إلا إذا كان صافيا لا يشوبه شيء وكذلك النطفة هي خلاصة الخلاصة لأن جسم الإنسان تحدث فيه عملية الاحتراق وعملية الأيض أي الهدم والبناء بصفة مستمرة ينتج عنها خروج الفضلات المختلفة من الجسم فالبول والغائط والعرق والدموع وصمغ الأذن كلها فضلات ناتجة عن احتراق الطعام بداخل الجسم حيث يمتص الجسم خلاصة الغذاء وينقلها إلى الدم ومن هذه الخلاصة يستخلص مني الإنسان الذي تأخذ منه النطفة فهو إذن خلاصة الخلاصة في الإنسان ومنه يحدث الحمل ويتكون الجنين وكأن الخالق عز وجل قد صفاها هذه التصفية ونقاها كل هذا النقاء لأنها ستكون أصلا لأكرم مخلوقاته وهو الإنسان وهذه النطفة لا تنزل من الإنسان إلا في عملية الجماع وهي ألذ متعة في وجود الإنسان الحي لماذا؟ لو تأملت متعة الإنسان ولذاته الأخرى مثل لذة الذوق أو الشم أو اللمس فهي لذات معروفة محددة بحاسة معينة من حواس الإنسان أما هذه اللذة المصاحبة لنزول المني أثناء هذه العملية الجنسية فهي لذة شاملة يهتز لها الجسم كله ولا تستطيع أن تحدد فيها منطقة الإحساس بل كل ذرة من ذرات الجسم تحسها لذلك أمرنا ربنا عز وجل أن نغتسل بعد هذه العملية لأنها شغلت كل ذرة من ذرات تكوينك وربما عند العارفين بالله عز وجل لا تغفل عن الله تعالى إلا في هذه اللحظة لذلك كان الأمر بالاغتسال بعدها هذا قول العلماء أما الغرض الشرعي من وراء الغسل عند نزول المني أوجود سبب آخر من أسباب الغسل هو استباحة الصلاة أو الطواف أو غيرهما مما تشترط لصحته الطهارة من الحدث وذلك لقول الله عز وجل في سورة المائدة وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاتْطَهَّرُوا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور أخرجه مسلم أما السؤال عن الحكمة من إيجاب الغسل من المني دون غيره من بول ونحوه فالجواب عنه أن أوامر الشرع تنقسم إلى قسمين قسم تظهر الحكمة منه وعلته وقسم تقصر عقولنا عن إدراك الحكمة منه بمعنى أنه غلب عليه جانب التعبد ولا يخل أمر من أوامر الشارع ولا خلق من خلقه من حكمة بالغة ورأة لذلك الغسل من الجنابة من النوع الذي غلب فيه جانب التعبد على جانب التعليل مع أن له حكما كثيرا وفوائد جليلة حسية ومعنوية منها ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود عن أبي رافع بقوله هذا أزكى وأطهر يعني الغسل من الجنابة فعندما يفقد المجامع النشاط والحيوية بسبب الجماع فإن الاغتسال يعيد إلى الجسم ذلك النشاط وتلك الحيوية لذلك فرض الله عز وجل علينا لاغتسال بعد خروج المني ولم يفرضه بعد خروج البول مع أنهما من مكان واحد وعضو واحد ذلك أن البول عبارة عن فضلة المأكول والمشروب وأما المني فهو عبارة عن مادة مكونة من جميع أجزاء البدن ولذا نرى الجسم يتأثر بخروجه ولا يتأثر بخروج البول لذا نرى الإنسان بعد الجماع تضعف قوة بدنه والغسل بالماء يعيد إلى البدن هذه القوة المفقودة بخروج المني كما أن خروج هذه القوة من الجسم يسبب الكسل والاغتسال يعيد إلى الجسم نشاطه وقد صرح الأطباء أن الاغتسال بعد الجماع يعيد إلى البدن قوته وأنه أنفع شيء له في تنشيط دورة الدم في الجسم ليعود إليه نشاطه وقوته وأن ترك الاغتسال يسبب له أضرارا كبيرة فقذف المني بأي سبب كان فهو يؤدي إلى فتور وارتخاء يعلل طبيا بوهن شديد في الجملة العصبية عند وصول شريك الجماع إلى اللذة والقذف وبحصول توسع في الأوعية الدموية المحيطة مما يؤدي بصاحبه إلى فقدان قسط كبير من نشاطه العضلي والذهني لذلك فإن الاغتسال ينبه الشبكات العصبية الحسية لتوقظ الجهاز العصبي من سباته ليسترجع البدن بذلك حيويته ونشاطه كما ينشط الغسل وتدليك أجزاء الجسم الدوران الدموي ويعيد إليه توازنه كما أنه يتسبب في وهن نفسي وعضلي ورغبة شديدة في النوم فعملية الغسل تفيد بتنشيط الجسم والروح وتجعل المرأة يحس بالنشاط والقوة والانشراح كما أن الجلد أثناء عملية القذف يفرز من خلال مساماته عرقا ذا تركيز عال من السموم ويمكن إذا بقي العرق على الجلد أن يعود فيمتصها ويتأذى بذلك والاغتسال إجراء طبي حاسم لتطهير الجلد ومساماته من هذه السموم لذلك حث الشارع على سرعة التطهر من الحدث الأكبر فإن وجوب الغسل بعد الجماع يقل مسلم من خطر الإفراط الجنسي والذي يؤدي بصاحبه إلى الإنهاك والمرضة فإن التفكير في الغسل والإعداد له يجبر المرأة على الاعتدال في طلب اللقاء الجنسي ويحفظ بذلك قدراته وحيويته لعمر مديد لذلك حثنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على سرعة الغسل من الجنابة بعد الاحتلام أو ممارسة العلاقة الجنسية الزوجية لذلك بعد العلاقة الزوجية تأكد إن كان يتواصل نزول المني منك بعد الجماع لمدة فالواجب عليك الانتظار وعدم الاغتسال إلا بعد انقطاع نزول المني فإذا انقطع نزول المني فاغتسل وصلي وإذا نزل منك شيء بعد الانقطاع والغسل فلا يلزمك إعادة الغسل ولكن يكفيك الوضوء وما دامت حالتك هكذا فلا يجوز لك أن تجامع أهلك في وقت الصلاة أو قريبا منه بحيث يخرج وقت الصلاة ونزول المني لا يزال مستمرة كالجماع مثلا وقت صلاة المغرب كما لا يجوز لك الجماع في وقت يضيع عليك فيه الصلاة مع الجماعة بسبب استمرار نزول المني وأما إن كان ينقطع نزول المني ثم يعود بعد الاغتسال فلا يلزمك إعادة الغسل مرة أخرى ولكن يكفيك الوضوء كما تقدم وإذا نزل منك شيء أثناء الصلاة قطعت الصلاة ثم أعدت الوضوء والصلاة قال الإمام أحمد لأن الشهوة ماضية وإنما هو حدث أرجو أن يجزئه الوضوء وروا سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الجنوب يخرج منه الشيء بعد الغسل قال يتوضأ وكذا ذكره أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولأنه مني واحد فأوجب غسلا واحدا كما لو خرج دفقة واحدة ولأنه خارج بغير شهوة أشبه الخارج لبرد هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى